السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كلها جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل أن تتابع القناة تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك وانفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس الأساسية في اللغة الإنجليزية دائما هذه الكلمات تأتي في الكتابة في اللغة الإنجليزية أو المحادثة وهي من أساسيات اللغة الإنجليزية فعل أساسي ورئيسي في اللغة الإنجليزية يجب معرفته ومعرفة كيفية استخدامه في اللغة الإنجليزية بشكل صحيح لدينا verbs to be verbs to be إذن أفعال الكون لدينا ثلاث أفعال كون في اللغة الإنجليزية لدينا am, is, are am, is, are verbs أفعال to be الكون دائما نسمع أفعال الكون كل مكان نسمع يجب أن نستخدم فعل كون ما هو فعل الكون؟ أول شيء لماذا سمينا فعل كون من الفعل يكون؟ فقط أفعال الكون سميت بهذا الاسم من الفعل يكون كيف يعني؟ am نترجمها يكون وإز يكون وآر يكون طيب لماذا استخدمنا؟ يعني باللغة العربية عندنا يكون بالإنجليزية ثلاث كلمات لغتهم وحرين بيها لديهم ثلاث كلمات بمعنى يكون خلاص نحفظها يعني am يكون نعم إز يكون نعم آر يكون نعم إذن انتهينا من التسمية أفعال الكون كما قلنا من الفعل يكون طيب لماذا ثلاث كلمات؟ يستخدمون مع I am I am يعني أنا أكون هذه ترجمتها بالضبط I أنا am أكون البعض تسألوا ماذا يعني am؟ يقول لك أنا يعني تسألوا I am ما هي ترجمتها؟ يقول I أنا وام أنا هل أستطيع أن أقول أنا أنا؟ بأي لغة كانت؟ ألا إذا أكد أكد على الضمير أنا أستخدم لكن أنا أنا هذا خطأ ترجمتها I am بمعنى أنا أكون إز تستخدم مع هي she it يعني هي إز هو يكون she إز هي تكون it إز هو وهي تكون لغير العاقل يعني غير الإنسان كما نعلم نستخدم it إذن he إز هو يكون she إز هي تكون it إز هو وهي تكون لغير العاقل لدينا we you you they أستخدم معها are يعني we are نحن نكون you are أنت تكونين you are أنتما على حسب ترجمة you كمان أعلم لها خمس ترجمات they are هم يكونوا هن يكون وهما يكون إذن we are you are they are he is she is it is I am إذن he is she is it is we are you are they are are إذن جميعها بمعنى يكون لكن تختلف على حسب الفاعل الذي قبلها إذن I am he is she is it is we are you are they are وننتبه am لا تستخدم فقط مع I أبدا يعني am من تشوفها يجب أن يكون قبلها I انتهي أنا من am إذن am تستخدم فقط مع I is تستخدم مع المفرد و are مع الجماعة إذن كان علي is happy يعني علي يكون سعيد علي مفرد استخدمنا is أحمد and mary are happy أحمد وماري يكونوا سعداء إذن استخدمنا are إذن دائما مع المفرد يعني إذن كان بداية الجملة مفرد كلمة مفرد نستخدم is إذن كان كلمة جمع يعني اثنين أو ثلاث أو أربع نستخدم are إذن ننتبه لهذه الملاحظة ودائما is يكون و are يكون بشكل مختصر I am تختصر ب I'm يعني الام بدل عن ال-A أحذفها أضع أبوستروفي he is تصبح he is she is she is it is it's دائما في الإنجليزية يستخدمون اختصارات أيضا بدلا عن I أحذف أضع أبوستروفي أبوستروفي يعني فاصلة علوية he is she is it's نفس المعنى نفس الترجمة لك بشكل مختصر he is he is we are where you are you're they are there بدل عن حرف ال-A أضع أبوستروفي إذن دائما أول حرف من أفعال الكون am is are أحذف أول حرف وأضع بدلا عنها أبوستروفي فاصلة علوية بشكل مختصر I am I'm he is he's she is she's it is it's we are where you are you're they are there نريد أن ننفيها يعني نقول أنا لا أكون فقط نضع أداة النفي not تصبح I am not أنا لا أكون sad يعني أنا لا أكون حزين he is not sad هو لا يكون حزين she is not sad we are not sad you are not sad they are not sad إذن فقط أضع بعد I am as you are not أينما شاهدتها أثناء النفي تضع بعدها not we are not sad نحن لا نكون حزينين you are not sad أنت لا تكون حزين they are not sad هم لا يكون حزينين إذن not الفاعل إذن لنفي فعل الكون فقط نضع بعد فعل الكون not am not is not are not we are not وهكذا إذن دائما بعد فعل الكون نضع not دائما لتشكيل سؤال فقط نضع فعل الكون في بداية الجملة مثلا I am happy يعني أنا أكون سعيد السؤال فقط أضعان في بداية الجملة am I happy هل أنا سعيد أو أنا أكون سعيد he is happy فقط نضع s في بداية الجملة تصبح is he happy هل هو سعيد she is happy is she happy هل هي سعيدة it is happy is it happy we are happy are we happy هل نحن سعيدة you are happy are you happy هل أنت سعيد they are happy are they happy هل هم سعيدة إذن دائما تشكيل السؤال فعل الكون فقط أضع فعل الكون يعني am is are في بداية الجملة وترجمها ب هل لتشكيل السؤال كما قلنا نضع فعل الكون في بداية الجملة ليجيب على السؤال am I happy دائما فعل الكون يسأل به أجيب به am I تصبح yes I am أرجع مرة ثانية أقلبها no I am not is he happy yes he is no he is not نعم هو سعيد كلا هو ليس سعيد أو غير سعيد إذن دائما بس أقلب أول كلمتين في السؤال are we happy yes we are نفسهم تماما yes we are no we are not كلا نحن لسنا سعيدين إذن are we we are are you you are are they they are is she she is أرجع مرة ثانية أقلبهم وأشكل سؤال دائما بعد yes أضع كما فاصلة في نهاية الجملة أضع not دائما الفعل المساعد يعني الفعل الكون نسأل به أجيب به إذن am I أجيب ب am is he أجيب ب is R أجيب ب R لا يصدر أن am أجيب ب R is أجيب لا دائما بداية الجملة الإجابة ب is am أجيب ب am R أجيب ب R ألا إذا كان عدنا are you happy yes I am نعم أنا إذن سعيد بدنا عن you أضع I ويتأخذ am بهذا الشكل نهاية الدرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن أفعال الكون وكيف استخدام في اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته